الانترنت الفضائي، كيف وضعه؟ هل هو سريع أو لا؟ وأيضاً لو تكلمنا عن شركة أبل تحصل على رضا الناس، وسامسونج لا، طيب كيف؟ وأيضاً، يجب أن نتكلم عن إطلاق قمر صناعي جديد ومبادرة جديدة في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مصر السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أول شيء يبدأها، ومبروك القمر السعودي السبع طاعش شاهين سات تم إطلاقه من الصاروخ الروسي سيوز 2 الحامل للقمر السعودي شاهين سات وبذلك تستمر نفس التطورات في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية وأيضاً في مجال الأقمار والتوضيح ترى عندنا هيئة سعودية للفضاء رسمياً في المملكة ومن جديد مبادرة جديدة في المملكة العربية السعودية ما بين وزارة التعليم ومايكروسوفت وأتكلم عن مدرسة تبرمج هذه المسابقات من خلالها تقدروا تطوروا مهارات البرمجة وتشاركوا وتتعلموا مع نفس مسابقة مدرسة تبرمج كيف يبديكم تشاركوا؟ في أول مراحل المسابقة بساعة برمجة خطوات بسيطة أولاً، حملوا مينكرافت لإصدار التعليمي الأخير وتمموا تسجيل الدخول من خلال حسابكم التعليمي وإذا لم أعدكم تحملوها، بإمكانكم تفعيل ساعة برمجة من خلال المتصفح أيضاً ثاني خطوة، احصلوا على الأدلة الإرشادية والمصادر الدائمة من خلال موقع العودة للمدارس وثالثاً، احضروا اللقاءات الافتراضية التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت ورابعاً، فعلوا ساعة برمجة ثم انطلقوا في ممارسة البرمجة والتفكير والتعليم تستهدف المرحلة الأولى مشاركة أربعة مليون معلم ومعلمة وطالب وطالبة لرفع مؤشر المملكة في ساعة برمجة وهناك جوائز للمرحلة الأولى وأيضاً جوائز للمرحلة الثانية، كلهم أمامكم على الشاشة ومتشوق أسمع النجاحاتكم والأشياء الإبداعية التي تتمموها وأكيد، أي شخص يتمم شهادة ويحصل عليها، يشاركها مع هاشتاغ مدرسة تبرمج أذهب إلى الانترنت الفضائي، وستارلينك كثير من الطلبات تجيني عن ستارلينك ونيتمم التجربة التجربة قادمة بإذن واحد أحد، ولكن يجب أن أوضح بعض الأشياء أكثر المستفيدين حالياً من ستارلينك، خاصة في طور البيتا، هم الناس الذين لديهم انترنت ليس بمرة جيدة أو ليس لديهم انترنت وهذا الأمر ملحوظ من كثير من التعليقات الموجودة في حساباتهم يبين لك أن الناس الذين لديهم انترنت في الكيلو بيتات في الثانية كسرعة هم الذين فرقوا معهم أن يحصلوا على ستارلينك وستارلينك السرعة من ٥٠٠٠ ميجابيت في الثانية هنا في تيك بيلز سرعة الانترنت تقريبا ٥١٢ ميجابيت في الثانية فستارلينك لا يفيدنا بشكل كبير حتى لو تكلمنا عن وقت التأخر في ستارلينك من ٢٠٠٠ ميلي سيكوند والأمر هذا يعتبر كثير على الليتنسي يظل ان الانترنت يحصلوا عليها الناس من الساتلايت بدون حدود لإستهلاك الباقات شيء جيد لكثير من المستخدمين الانترنت حول العالم فالتجربة تأتي وأكيد الكفاءة سأعطيكم إليها هل هي تسوى أو لا أما إذا لديكم حلول مثل فايبر والفايف جي والفور جي والدي اس ال أحياناً هذه الحلول كثبات أفضل بكثير من انكم تعتمدوا على خدمة تعطيكم ٥٠ ميجابيت في الثانية على سبيل المثال ميزة جديدة قادة تختبر في واتس عاب يمكن ترى النور ويمكن ما تشوف النور ونتكلم عن تسريع الرسائل الصوتية وبالتالي توفر وقت أكثر وتسمع الرسائل الصوتية بشكل أسرع ويمكن هذا الأمر يساند بعض المستخدمين إنستجرام ونسخة مخصصة لإنستجرام للأطفال يمكن ترى النور قريباً وهذه النسخة يتم تطويرها لما هم دون الثلاث عشر سنة تحتويها النسخة على محتوى أقرب للأطفال وبالتالي يحموهم من نفس التطبيق إنستجرام الأساسي وأيضاً يكون هناك تطبيق فيه مدائرة جديدة لإنستجرام تعتمد على إنستجرام والأطفال في كثير من التسريبات أتوضح لنا أن البكسل السادس القادم قد يحصل على البصمة تحت نفس الشاشة يعني البصمة مدمجة في الشاشة وهذا الأمر الذي لم نرى على البكسلات أبداً نرى حساسات، نرى بصمة خلفية، يعني تخيلوا الجهاز العام الماضي يوجد بصمة في دار الجهاز فالفكرة أن البكسل لا يعطينا آخر التطورات التقنية ويمكن مع الجوال الجديد والإصدار السادس للبيكسل نحصل على البصمة المدمجة في الشاشة مع الأندرويد الخام وكثير من مزايا منظومة أجهزة بيكسل هذا هو الأمر الكويس أو لا؟ لا أظن لأن شعبية البكسل أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية تنزل رضا المستخدمين قل بنسبة 20% العام الماضي لو تكلمنا على هذا الجهاز ولو جئنا لكثير من ردود الأفعال للمستخدمين حول العالم يعرفوا أن البكسل يأدي الغرض ويخدم ولكن يخدم فئة محددة تعتبر نوعية من الناس وبالتالي ليس كل الناس يدور على البكسل كجهاز أساسي لهم وخلال السنوات تأكدنا كلنا أن شركة جوجل البكسل ليس أساساً بالنسبة لهم هم ينزلون أحياناً فئات عالية وأحياناً فئات متوسطة وواضح أن مسعاهم البيانات أكثر من أن يكون مسعاهم جوال خرافي خالقي في السوق ما رأيكم؟ الولاء في الولايات المتحدة الأمريكية للأجهزة من أبل وسامسونج قاد يتغير بشكل كبير ولو تكلمنا على الولاء تجاه أجهزة أبل يصل إلى أفضل حالاته في السنوات الماضية عام 2020 أفضل أداء ونتكلم على سامسونج نزل أداءها ورضا المستخدمين عنها وحسب أحد الإحصاءات التي تم ما هي الأشياء التي نستفيدها من الاستفتاء الذي حدث عن رضا المستخدمين عن الأجهزة؟ مستخدمين أجهزة أبل أعطوا أربع أسباب رئيسية لإستمرارهم بإستخدام أجهزة أبل نسبة 65% منهم قالوا أنهم لا يوجد مشاكل مع أجهزة الأيفون فلم يغيروا؟ 21% منهم قالوا أنهم عجبتنا المنظومة وعندنا منظومة متكاملة من أجهزة أبل فبالتالي نستمر عليها 10% منهم قالوا انتقال من منظومة الأي او اس للأندرويد فيها كثير قلق فلا خلينا مع أبل أمورنا طيبة 8% قالوا أننا نستمر مع الشيء الذي يفهمونه وعرفينه أما مستخدمين الآيفونات الذين ينتقلوا لمنظومة الأندرويد عطوا الأسباب التالية بالنسب لسبب تغييره 38% قالوا أن الشركات الثانية لديهم تقنيات رائعة مثل شاشات أفضل وكاميرات أفضل وأيضاً بطاريات أكبر 26.4% قالوا أنه تصاميم الجوالات الموجودة في السوق أجمل 12.9% قالوا أن الموديلات الأخيرة من الشركات الأخرى فيها تقنيات أفضل من الموديلات الأخيرة من أجهزة شركة أبل لذلك أريد أن يغيرهم وتم سؤال الناس عن أفضل الأجهزة لهم مرتبة الخامسة سامسونج جالكسي اس 21 ألترا 10% أبل آيفون 12 برو 10.6% سامسونج جالكسي اس 21 11.4% أبل آيفون 12 برو ماكس 12.7% والآيفون 12 حصل على نسبة 17% من ناحية الاختيارات ولو تكلمنا عن أجهزة الثانية خير سامسونج وأبل في هذا الاستفتاء تخيلوا النسبة تنزل إلى 5% وعطوا جوالات من شركات مختلفة واضح أن البراندين في الولايات المتحدة الأمريكية لهم نصيب الأسد وأكيد الموضوع لا يفرق كثيراً في باقي دول العالم الاستفتاء شمال حوالي 5000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر رقم جيد لإستفتاء في أي دولة جيد بصيب نهم باقي الشيء الكبير ولكن جس نبض أيضاً مثير للاهتمام أن ثلث مستخدمين أجهزة سامسونج الذين ينتقلوا لأجهزة الآيفون سبب انتقالهم أن الخصوصية من وجهة نظرهم أفضل في منظومة آي او اس هذا الأمر يجعلني دائماً أرجع للوتيرة التي كنا موجودين عليها قبل أربع أو خمس سنوات لما كان هناك مشاكل كثيرة في النظام مع أندرويد يمكننا أن نعرف أن التحديثات لا تأتي أول بأول ولكن نحن نصلنا في زمان أندرويد الخام الأمور والتمام أو حتى من سامسونج من الشركات الرائدة يوازي نظام آي او اس بقدرة الأمان وأيضاً بالخصوصية ولكن هذا رأي المستخدمين أنتقل لخبر الأخير في العلوم وأحد الشركات التي تجرب تقنية جديدة ستساهم في تنظيف الفضاء نعم، تنظيف الفضاء الفضاء يزدح بكثير من الأقبار الاصطناعية وأيضاً الكوكيبات والأشياء الصغيرة التي أطلقها الإنسان في تجاربه الكثيرة من عشرات السنين وبالتالي هناك أقمار صناعية جيدة وأمورها تمام وهناك أيضاً حطام كثير وحتى بعض الأقمار الصناعية الأشياء التي طلعت من تاريخها وطلعت من الخدمة فهنا فقط الدور الفاضي فهنا أحد الشركات العالمية تبدأ تجرب مبادرة جديدة في تنظيف الفضاء وأعرف أني وصلت لهذا الخبر وهناك بسيطة من الناس يقولون أن الأرض مسطحة أو الأرض مسطحة دائماً أقول أشياء عن هذا الموضوع ولكن جميل أنكم انتبهتوا لخبر الإنترنت للفضاء وأعجبكم بشكل مرة رائق حقين الأرض مسطحة وهناك الآن تقولون أن الأرض مسطحة ولكن لو هناك إنترنت فضاء يأمركم طيبة نهاية الحلقة سبحانك وحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة